اشتركوا في القناة المؤسسات الكبرى التي تتولوها من الأجمال الملاقشات القديدين نستضيفه سي بوشعيب جميلي فاعل جمعوي ومعتمد بالشأن المحل لمدينة الضربيداء وأيضا نستضيف زهور حليم رئيسة الاتلاف المجتمع المدني للترافع على الشأن العام سي بوشعيب مرحبا بك أهلا وسهلا شكرا لقناة أنفس بريس الاستضافة نتمنى ان شاء الله يكون هذا الموضوع للموا بالموضوع من جميع الجوانب ان شاء الله العفو سي بوشعيب أستاذ الظهور مرحبا أهلا وسهلا أستاذ حمد بوستان شكرك دائما على هذه الاستضافة وأشكرك كذلك التقنية أستاذ حليم بداية بالنسبة للكنسية وشال دائرة تعدد مهام ظهارة صحية ولا ماشي صحية موضوع مهم أستاذ بوستان فعلا هو موضوع يعني يجب أن نتكلم عنه بكل الاستفادة قبل ما نتكلمه على تعدد المناصي وتعدد المسئولية لابد أننا نعطيه واحد تعريف بعدها المعنى المسئولية المسئولية هي مجموعة دي الواحد المهام التي منفروض أن نقوم بها على أكمل وجه ونعطيه فيها واحد واحد النجاعة في العمل دينا ويجب كذلك أن نتحمل تبعات الأعمال دينا وفي هذا الإطار جف دستور 2011 في بعض المقتضايات على تكلم على تكافؤ الفرص تكلم على الشفافية تكلم على النزاهة تكلم على مجموعة دي الأمور إذاً من اللي تنجي وتلقاه مثلاً مسؤول عندهم مجموعة دي المهام واش فعلاً قادر يعطينا ديك النجاعة ويعطينا النجاح وللمرضودية أكثر في العمل دياله هذا هو اللي كان أظن لا يمكن يعني ضروري ضروري خصنا هذا الحالة التنافي اللي حالياً كنا في القانون التنظيمي يجب توسيع دياله باش تشمل لنا ما تبقاش مثلاً غير مابين ما تبقاش في شي مجالات يعني تكون توسيع دياله ضروري من التعديل في القانون التنظيمي باش نقدره نحاوله ما أمكن أننا نقطعه مع هذه الأمور بنسبة لك سيب شعي بنتا رأيي ذلك فهذا أنا بالإضافة لما جاء أهلا لسان أستاذ ظهور حليم أولاً دائماً تعدوا المهام والمناصب والمسؤولية كربطوا دائماً بالمسؤولية إذن في غياب في غياب محاسبة في غياب المحاسبة تتعدد المهام والمناصب إذن المسؤولية أنا في نظري المسؤولية هي التزام أخلاقي التزام سياسي يجب تفعيل المحاسبة يجب تفعيل أه يعني المحاسبة ربط المسؤولية بالمحاسبة الضاهرة يعني إذا كنت تقول أن إذا كنت تفعيلتها على ربط المسؤولية بمحاسبة غير يكون الإنسان يفكر بيس مرة قبل ما يمشي تلع على المسؤولية إذا المسؤولية ركت بقى التزام أولا أخلاقي لأنه نابع من الضمير ثانيا التزام سياسي لأنه خاص الحكومات تفكر لأنه ملك القومة شخص كيمشي العديد من المسؤوليات والعديد من المهام في غياب التفاوت والتباين بين الاختصاصات إذا كيف يقول لي بحلقة نعاني العقم في إنتاج النخاب في المجتمع المغربي لا يعقل لي أنه من الغرابة أن تجد شخصا ما يتحمل العديد من المسؤوليات السياسية مثلا في مجموعة المؤسسات العمومية البعض يقول أن الأمر عدوا علاقة بالكفاءات يعني حتى نرى مثلا واحد مسؤول عندهم جمعة من المهام يعني وقف قادر يتحمل المسؤوليات لا لا أبدا من اللي كنقوله أنا نفذ المسألة هدي تنلوم الأحزاب السياسية لأنها هي التي تكتافي على مجموعة وما هي فعلا عاجزة أنها تعطينا نخب على شكل نلقى نفس الشخص في نفس المهام ما هو في رئيس مجلس العملة ما هو في مجلس المدينة ما ما عندنا نش طاقات ما ما عندنا نش نخب ما ما عندنا نش أطور اللي قادرة تعطي في هذا المجال خاصة عن المسؤوليات مثلا عضو في مجلس المدينة ورئيس مجلس العملة كما عطيتين فيها لأنه هو منتخب محلي ولكن المسؤولية هي اللي في هذه المشكلة فشكو رئيس مثلا المقاطعة ونائب رئيس الجيهة أستاذ اسمح لي أستاذ اسمح لي أستاذ ستقدر توفقنا بين هذه المسؤوليات لا يمكن لأن المواطن أش كيف يبغي هذا المسؤول هذا مثلا غير مثلا هتروع للعمودية للتاربيدة لقد كانت تنافي مع السيد العمدة في السيد العمدة أو يتوجد الحكومة لأنك تنافي لتخصص أماذا تختار أماذا؟ كيف سأسأل كما يمكن أن تدبرا شئر سيد كما يمكن أن تدبرا لتدبرا قطعة معين سوف يحصل طاقة و الجهد هذا المسؤول نريد له ونريد له ما ينتظره المغربين ولمواطنين لا توجد شخص يتحمل مجموعة المسؤوليات. لا يؤقل. في نهاية الطاقة لكي يتحرك منه. ما هو غير منطقيا؟ ما سأقدر؟ نحن نعود إلى القطاع الخاص. ما هو القطاع الخاص؟ ما هو القطاع الخاص؟ ما هو القطاع الخاص؟ ما هو القطاع الخاص؟ لا، يجب أن تعطي منصب ويجب أن تعطي فيه. ويجب أن يكون حاسباً عليه. لم يكن مردودية ويجب أن يكون حاسباً عليه. ولماذا القطاع العام بدأت توقع فيه هذه الأمور؟ إذن هنا تضح تساؤل سياسي. هل حمات مسؤولية الأحزاب السياسية؟ سيبوستان، النقطة المهمة التي شارطت لها الأخت هو الفرق بين القطاع العام والقطاع الخاص. من المنصب في القطاع الخاص، من المنصب تعطي فيه القيمة. لماذا؟ لأنه معتمد بالدرجة الأولى على المردودية. إذن نحن في القطاع العام وفي تحمل المسؤولية، لأن هذك السيد اللي طلع وتحمل المسؤولية، راح منتخب. إذن من منتخب واش عنده مردودية؟ في الترافع الملفات دي الساكنة، دي المواطنين. إذن منك يكون مثلاً رئيس مقاطعة، إذن خسو يتفرغ حسب الاختصاصات، الرئاسة دي المقاطعة، كالرئيس الجهة كيتفرغ للجهة. إذن هنا النقطة دي الحالة دي التالية. مثل المسؤولية تكون سهلة في المحاسبة دي. نعم، مسؤولية تكون سهلة في المحاسبة. محاسبة تكون سهلة في المحاسبة. نعم، نحن في المغرب لا نعاني من غياب الكفاءة. لكن المشكلة كانت في الأحزاب. نعود كلمها بعمل الأحزاب. قالوا الأحزاب شيء مخفاء، رأس الأحزاب أنا لديها أو هلما في الماسعة؟ Beast I'm each county fassi حدوناpp أكبر D corner مشكلة للكفاءات لم تتروحش ولكن الأحزاب تساهموا في تكريس في تكريس تعدل المهام والمناصم واحد نقطة مهمة نهار الأحزاب مثلا ستقطع على المسألة الأكبر تمثيلة دي المقاعد لماذا نسعد دائما إلى أكبر تمثيلة دي المقاعد؟ باش نناخد حكم باش نناخد الحكومة مغيمشيش لي عن الكفاءات مغيمشيش لي عن ناس لماذا نعزو في سياسي النخبة المتقفر لدينا عزو في سياسي واذا ترى نفس الوجه كي تولى مجموعة من المناصب في حين أن هناك مجموعة للشباب ومجموعة الطاقات التي يمكنهم إضافات للمجتمع لا يوجد فرصة بعض الأعضاء الحزاب تتعطي فرصة تتلقون أنهم تقلقوا بأنهم غضبانيين وأنهم قادرون أن أعطيه ولكن دائما تتعطي الفرصة الآخرين هذا شيء نظرا لأنه كانت عندي واحدة تجربة في حزب معين قدمت استقالتي منه هذه سنتين يعني لاحظت بحل هذه الأمور والذي خلاني أنني نرجع لأن الهدف الأساسي من أنك تدخل الحزب سياسي معين أنك تخدم على الشأ المحلي وتخدم على صالح المواطن وتخدم على الأرضية وتخدم القاعدة وتجيب مبادئ وتحاول تعطي شيء جيد للحزب تكون آمن بالفكرة وتعطي أفكار معينة من أجل هذا من اللي نقلبه على المصالح ثانية لا نقوم بالنقطة أخرى وهي مسؤول في الجهة ولا مسؤول في المجلس المدينة ولا مسؤول في هذا كل واحد عنده مجموعة القيام واحد القواعد القانونية التي تحكم كل جهة بالاختصاصة هنا تطرح إشكال قانوني تنطح فيه يعني ضروري نعم هذه المسألة حالة التنافي لكي تشمل أكبر نطاق وكي تكلم عليها حزب استقلال في المادة تنطن في المادة 13 للقانون التنظيمي وكان طلب هو الحزب واحد اللي كان طلب أن هذه الحالة التنافي أنها تتوسع لجميع المقاطعات يعني تتوصل حتى للجامعة الصغرى اللي مش تتجاوز النسمة لها 300 ألف يعني تتوزع للجامعة واحدة لإضافة أستاذ أحمد واحدة لإضافة أنك نعتبر بأن ما يتعدد المهام والمناصب هو كنكرسه واحد الجانب للريع السياسي لأنه لماذا؟ لأنه أولا نستنزيف يعني المال العام تعويضات يعني كنتلقى مثلاً في البرلمان كي ياخد تعويض في المقاطعة كي ياخد تعويض في المجلس المدينة امتيازات 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 طنبي اذا هذا رياع سياسي إلى جانب الريع الاقتصادي امتيازات 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 كي نعطي نحل ما الذي أريدنا من الكفاءات امم اذا ما هو الاشتغال الكفاءات وانا نتحدث أننا نتحدث الشئ المحلي ما نتحدث ما نحتاجه عندما نحتاجه هذا المسؤول يجب أن يكون قريباً من المواطنين نعطيك تجريبه مثلاً الولي الجديد الولي الجديد يعني لا يبرحوا يعني لا يبرحوا يتجولوا في الضار بيضاء إذن مش إنسان ديال أنه جاء بشي رايح في البيروق ولكن راكي يضغور كي يشوف إذن لو كان وعدنا جميع المسؤولين يضغور كي يحلو جميع المشاكل وجهنا ضروري الناس المنتخبين ديالنا والناس المسؤولين يجبنا ضروري وزارة داخلية تدخل باش نقوموا بالمهام ديالنا على أكمل وجه وأكمل قبل يجبنا أحد الجرأة سياسية أستاذ الغوري لا يخطينا بخزن رأى الرقابة من زل ولي من زل ولي تتأكد نعمل سلطة الرقابة وكانت عندها عند الفاعلية ديالك أما لو انتظرنا لو انتظرنا أننا نبقى في الاختصاصات وفي تعدد الاختصاصات لا مشكلة قلت لك بأن لو هاد المسؤولين ديانا كانوا قايمين بالواجب ديالهم كما يجب وبواحد الجرأة السياسية وبواحد الديمقراطية ولا هم كيقوموا بما لهم وما عليهم واش كان خصنا ضروري الوالي يجيقون منطبيق حال ما خصناش منطبيق حال منطبيق حال منطبيق حال يعني ضروري ويكون دك المسؤول عنده غير دك المهمة انه كان رأي منطقه منطقه يعني خصنا هاد طريق رخصت دوز مننا هادا راه ملك أمومي مخصش هاد قاس اسم الانسان في الناس وشهد منط dedim جهد باش يكونوا فاد مؤسسه وفادمؤسس وفادوا موسسه اذا عدهم أسرخ نحن نرى الإنسان في حداته في تكوينه الفيزيولوجي والتكوينه الشخصي والنفسي لا يعقل أنه يفرق للعقل دياله و للجوارح دياله في جميع انتجاهه يعني كانت مشاعف تجاه واحد لو كان يعني أي إنسان كيشتغل في واحد دومين دياله معين رغي يعطي فيه أما باش يوزع المجهود دياله و تجري بردت الأخذ الزور على القطاع الخاص كتلقى مدير مثلا مدير عام مدير ديال المواريد البشرية مدير دياله و مدير دياله إذا كيعطي في هدك الدومين دياله و كي وعدوا في هدك الدومين دياله واحدة من النقطات التي كلمت على أستاذ جميلة هي مسألة ديال التعويضات مثلا أنت يكون عندنا واحد كيف كان قلت وقتها عابت ملك الإنسان تيوصل التعويض هنا قبل أن ننتظر على التعويضات المادية و كيف سيدي أنت تأخذ التعويضات المادية مثلا على هذه المسئولية و على هذه المسئولية و على هذه المسئولية و كيف تعطينا مقابل هذا العمل المسئول يجب أن يتحمل تابعات الأعمال و المهام و يحاسب عليها إذا كانت فعلا تفعل عندنا تربط المسئولية بالمحاسبة و نتمنى أن نأخذ نطرق الحالية الحمد لله لأن المغرب الحادثي الذي كنت تتكلم عنه المغرب الذي طامعين للتغيير و المغرب الذي حاليا جميع الدول مستهدف من الكل يجب أن نعطيه نموذج مشرف لكي يكون هذا النموذج مشرف يجبه و يجب أن يكون هذا النموذج مشرف و نخرجو بأنكم تتمثلون الشمال المداني و الجمعيات تنقاو سيد جمعياتهم فيهم بمشكلة لا بمشكلة حياتي تعدث دي المهام يتحرك المهم لو تدقاء هذه جمعياتنا هو أن تعدد جمعية اخداخرات سيد وضعك بالنسبة لجمعيات النقطة أنا متفق معك فيها بالنسبة و العمل الجمعوي هو في عاية تعدد الاختصاصات مثلا كنتجد الجمعية مثلا مهتمة بالشأن تربعوي ومهتمة بالشأن التقافي ومهتمة بالشأن البيئي ومهتمة بالشأن المحلي أعضاء سيكون فادي جمعية وفادي جمعية أستاذ مستعن هذا الموضوع مهم بأن العمل الجمعوي أنا سنعتبره عمل تطوح عمل يخسكون نابع من القلب وكان من الناس تشكل العقلية لم تكن لديك هذا الروح كيف نقول لديه العمل وديه الجد من العمل الجمعوي إذا لم تكن لديه العمل السياسي لأنني لم تكن لديه العمل السياسي أو إذا دخلت في العمل السياسي ستكلم إلى دخلت مصدر المصلحة معينة لم تكن لديك بكل بد claro هل جمعية هنا؟ مطالبا أنا فأنتظر أمي لأنني لم تكن لديه العمل الجمعوي لا أفضل لديه الجمعي لأنني لم تكن لديها مع الناس في العمل الجمعوي نحن لا نريد أن نكمل هذه الجمعيات، نريد أن نريد أن نعمل جمعيات التي تشتغل الشئ المحلي، وعندها غير على الشئ المحلي، وفعلاً لديها أهداف على الشئ المحلي، ولا تكون موالية لجهة مؤينة، ولا موالية لجهة سياسية. كما نختم هذه الحلقة؟ ما هي الحلول التي تختارها من أجل أن نحددها من هذه القضية التي تحددت معها؟ ما هي المشكلة الأخلاقي؟ ما هي المشكلة القانونية؟ ما هي المشكلة في العقليات؟ لا مشكلة، المشكلة بالدرجة الأولى هو مشكلة تشريعي، يجب أن نكرسه تنافي، تنافي يشمل جميعاً. يعني عندك مسؤولية صافي السلام؟ مسؤولية وحدات كافية. بالنسبة للقوانين، في المغرب، يجب أن نعرف واحدة مسألة نوضعها في البال، بالنسبة للقوانين، المغرب يمشي دفعة واحدة، ولكن تدريجك؟ أولين، يجب أن نقوم بتدريج، على حساب حتى هذه الحركة المجانعة. يعني سنوصلوا واحدة نهار، سنوصلوا واحدة نهار، شوف؟ أبا من أبا وأم أحبة من أحب، سنقوم بتدريج، ونقوم بتدريج، ونقوم بتدريج، لا نقوم بتدفعة واحدة، ولكن بالتدريج، أعتقد أننا سنوصل إلى ما هو أحسن. ماذا سنظرة؟ ماذا سنظرة؟ ماذا سنظرة؟ ماذا سنظرة، عندنا خجل قانوني كبير، كيف لا نصل للي؟ الحمد لله المغرب، ماذا سنظرة؟ سنظرة المجال التشريع، سنظرة كفاءات التشريع، سنظرة قوانين، ولكن ما زالت لم تطبق، ولكن لدينا خصاص على قانون التشريعي، سيؤسس على العملية للتنافي. لأننا سننتظر من الحزاب السياسية وإذا كان حزاب سياسية تسعى لخدمة الوطن ستقدمنا اقتراحة قوانين كذلك الحكومة تقدم مشاريع قوانين لأننا سنقوم بعمل التنافي لأن الإنسان مسؤول هو الذي يتحمل المسؤولية في هذا الجانب ولا يتحمل الشخص آخر يعني لا يعودوا على تغيير العقلية فإن قانون نحن كلنا تحت القانون والقانون الحمد لله لدينا رجالات قانون ومشريعين يكفي أن نخصنا قوانين لتقدم ويصادق عليها لا يتبقى رهنا الرفوف أنا كنت أعتقد أن اليوم نمشل السياسة بالمبادئ وبحب هذا الوطن سنوصل إلا كنت نمشل السياسة من أجل الاستغناء أو من أجل الغين الفاحش أرغم قوة في الأسطن نقطة أستاذ وسط، هذه رسالة لأي حزب سياسي لا يمكن أن تقلب على منتخب لمجرد لديهم المال سوف نصلنا إلى المجتمع المغربي ومجتمع متقف سوف نعرف ماذا يفعل يجيب لنا ناس متقفين ونخب لديهم الثيقة وعندهم آفاق لكي يخدموا هذه البلاد لأن من اللي تجيب واحد النخبة وكتخدم سوف يكون المرضودية لها آنية سوف نحز من بعد سوف يتقوى الكورة أستاذ عرف مرمز على الأحزاب السياسية بجدينة معادلتي شكرا جزينا لكي أستاذ نصول على قبول دعوات شكرا جزينا لكي أستاذ نصول على دعوات اشتركوا في القناة